الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا رؤية حليب البقرة في المنام علامة على الخيرات لصاحب الرؤية بشكل كبير من يرى في الحلم أنه يحلب البقرة ويشرب اللبن دليل على الرزق الواسع الذي لا ينقطع عن أهله وعلى الأموال الحلال المقبلة إليه والله أعلم إذا رأى الإنسان أنه يشرب حليب البقر في المنام وكان يصلي ويلتزم بالأمور الإسلامية علامة على الزيادة في الدين والعلم والفقه وسيكون من علماء المسلمين والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في حلمه أنه يحلب البقرة ويشرب من لبنها إشارة على التحسن في الأحوال الصحية والمدية بشكل كبير والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم رؤية شراء لحم البقر في المنام علامة على المنفع الكبير التي يحصل عليها صاحب الرؤية الأيام المقبلة والله أعلم إذا رأى الإنسان أنه يشتري لحم البقر علامة على الأشياء الجيدة التي تحدث له الأيام المقبلة من يرى في حلمه أنه قام بشراء لحم البقر علامة على صلاح الأحوال والأشياء الجيدة التي تحدث له في الحياة الأيام المقبلة رؤية شراء لحم البقر في المنام علامة على الأموال الورقية التي تأتي إليه بغير مجهود منه ولا تعب والله أعلم رؤية الميت يعطي بقر للحي علامة على الخيرات التي لا تنقطع عن صاحب الرؤية الأيام القادمة والرزق الواسع والله أعلم إذا رأى الإنسان أن إنسان ميت يعطيه بقرة والله أعلم وأعلم علامة على انتهاء الهموم والأحزان الذي كان يعاني منها فترة كبيرة من الوقت والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته